حجزة تذكر القطارات عن طريق المحمول طبعا أكيد عادينا في الحقيقة معلومات كتيرة نبدأها بأننا عايزة أعرف منك النتائج أول أسبوع من تنفيذ هذه المنظومة الحمد لله تم اطلاق البرنامج التطبيق في معدد 6 أكتوبر حسب وزارة وعادة تاني النتائج عدد كبير جدا من المواطنين استخدموا التطبيق وصل تقريبا حوالي 35 ألف مواطن 35 ألف خلال الأسبوع خلال الأسبوع هو الأول الضبط ظهر بعض المشاكل في طريقة استخدام التطبيق زي إيه مثلا مشاكل؟ تسجيل البيانات المواطن البيانات الشخصية بتاعته بالرقم البطاقة الإيميل اللوجين بتاع الابليكيشن الحمد لله تواصلنا مع المواطنين وسهلنا الموضوع شوية يعني برضو احنا تواصلنا معهم وسهلنا الموضوع والحمد لله الدنيا اللقتي مشاكل كويس يعني في الاستخدام تم حجز التذاكر بشكل جايد 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 عايزة أرجع لنقطة المشاكل اللي وجهت المواطني هل ده كان هما ما عندهمش وعي إن إزاي الطريقة إن هما إزاي يدخلوا على الابليكيشن ده ويسجلوا ويحجزوا ولا في مشاكل من نفس المنظومة نفسها تطبيق نفسه في مشاكل مثلا بتصلحوا فيها بتعدلوا فيها لسه هي كانت يمكن فيه صعوبة شوية في طريقة التسجيل فإحنا سهلناها وخلينا المواطنية الإيميل بتاعه الأصل الموجودة على الموبايل هو اللي يقدر يستخدمه عطول دايريكت عطول في عندنا مستخدمين قبل كده اللي هما كانوا بيخشوا على الويب سايت فإحنا برضو خدنا الإيميل القديم أو الأكاونت القديم هو اللي يخش بي ففهمناهم النقطة دي بالردود عليهم من خلال التعليقات أو المشاكل هما البعطوها من المقترحات وتواصلنا معهم وازهلنا شوية تريقة تسجيل البيانات على التطبيق عشان يقدر يستخدم